التقى نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السموة الملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة السعود أزير النفطة العراقية المهندس جبار العيبي وأنقل وزير النفطة العراقي تحيات القيادة والشعب العراقي لخادم الحرمين الشريفين ونائبه وتمنيات الحكومة العراقية للمملكة مزيدا من التقدم والازدهار فيما حمله سموة تحيات القيادة السعودية للحكومة والشعب العراقي مؤكدا سموة وحرص حكومة المملكة على استقرار العراق وعزمها على تنمية العلاقات وتقويتها في كافة المجالات بما يعود بالمصلحة على شعبيها البلدين وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية خاصة الفرص المشتركة في المجالات الاقتصادية بشكل عام والطاقة بشكل خاص بما في ذلك فتح المنافذ البرية وتسيير رحلات مباشرة وتشجيع التبادل التجاري والاستثماري من القطاع الخاص السعودي كما تطرق النقاش للتعاون الوثيق بين البلدين في مجال تنسيق السياسات البترولية وتأكيد التزام الدولتين الكامل باتفاقية خفض انتاج البترول حتى تصل الاسواق للتوازن المستهدف من هذا الاتفاق